موسيقى حانا الوقت الآن لأن نخوض بشيء من التفصيل حول أحد المواضيع ولكن كما ذكرت فإننا سوف نتعلق بعض الملاحظات وبعض المصطلحات الخاصة بالتكنولوجية وعملية التعلم والزكاء الصناعي والواقع المعزز وغير ذلك من الأمور الأخرى الكثيرة حول الزكاء الصناعي وعملية أتمتة القرارات والبيانات بين أيدينا وكذلك فإنني أود أن أقول أن المجالات التي نستغل بها وجود البيانات ربما قد يكون هناك بعض التحيز من منظور التوزيع الديمغرافي ولكن من وجهة نظرية علينا أن نطلع على الخوارزميات لنكتشف الأمور وراء ذلك وبطبيعة الحال يمكنك أن تعرضي ذلك الأمر وكما ذكرت أن أمر أو أمرين يمكننا الحديث عنهما ربما قد يكون خارج الإجابة عن السؤال بعض الشيء ولكنها تمثل نقاط أساسية ولكن كما تعلمين في أن لغتي الثانية هي الألمانية فأنا ممتنة للاستماع إليك وممتنة لأنك سوف تشجعين المشاركين على خوض التحدي وأن يتعلموا المزيد والمزيد وأظن أنه من المهم ومن الأهمية بما كان بصفتك مهندسة فإنني أود أن أشجعك على أن تقترب من كيف ذلك كيف سوف يفلح ذلك وماذا عساكي أن تفعلي كما سوف تلاحظين في العرضات التقديمة كذلك بالحديث عن هذا الأمر تحديدا فلدينا المزيد والمزيد من الأشخاص ومن الجمهور الذين هم على وشك إنهاء دراساتهم ما هي النصيحة التي سوف تزديها إليهم بعد إتمام دراساتك وأن تبدأ في الوظيفة الأولى لك هل هناك أي نصيحة تنصحيها لهم أولا النصيحة الأولى كن نفسك ولا تتطبع باتباع شخص ولا تكن إمعا وأن تعرف الصفاتك أنت تعلم المهارات التي تتمتع بها ولكن كما تعلم وبصفتك خريق فعليك أن تخوض في الوظيفة وأن ترضي هذه الوظيفة طموحك أنت لديك بعض المعلومات الأساسية ربما قد تكون هناك مشكلة وتكتشف لها الحل أو تكون هناك مشكلة لم تكن شهدتها من قبل ولكن عليك أن تكون وأن تكتسب المهارات الجديدة ولكن عليك أن تكون هذه هي الخطوة الأساسية لك أن تكون شغوفا للتعلم وأن تتعلم المزيد والمزيد من المهارات يوما بعد يوم ومن ثم تعلم أشياء جديدة ومن ثم فأنا أشجعك على أن تتحدى نفسك وأن تمارس العديد من الأنشطة ولا تفعل أي شيء لا يمكنك أن تتعلم وأن تفيد الآخرين وتستفيد منهم هذه هي الأمور التي أرغب في أن أنصح بها زملائي من الخرقين حسنا حسنا رائع وفقط أود أن أأخذ سؤال واحدا قبل أن نأخذها وأن نستقبل بعض الأسئلة من الجمهور بالطبع الأشخاص من الجمهور يمكنهم مشاركة من الأسئلة يمكنك أن تسأل عن أي شيء أو عن أي معلومة ولكن وبالصفة وفيما يتعلق بالتجربة المزهلة في هذا المؤتمر هنا وبالطبع علينا أن نكون فخورين بهذا المؤتمر حول التحديات حول التحديات الخاصة بهذه الأمور حول التحيز الذي قد يكون متأصلا في مجموعة البيانات ولكن برأيك كيف يمكننا أن نتحدى ذلك؟ والأخلاقيات وكيفية الاستجابة لهذه الأمور نعم هناك الكثير من الأمور التي يمكن فعلها وأولا أتأكد من كل الأمور وكما ذكرت فإن اليوم نحن نستخدم فيسبوك ولدي زاكرة وفي زاكرتي هناك صديقي الذي دوما ما يلتقط بعض الصور لنا وهي صور شخصية وصور ممتعة وجميلة وهي ذكرت هذه الصورة ذكرتني بالملل ربما الذي كنت أعيشه قبل ذلك ولكن إلى جانب هذا كله عليك أن تتفاهم عملية ومنهجية اتخاذ القرار وأن لا يكون هذا القرار متحيزا وفق مجموعة من الخوارزميات والنقطة الأولى وهي أن تتحدى هذه الأمور وأن تنظر في المرأة التي هي التي تجتمع بها على الطائلة وأن تنحي مسألة اللون أو العرق جانبا ذلك لأننا فريق متنعوع ومتعاون وكل هذه الأمور التي تخص التحيز ننحيها جانبا وفيما يتعلق بالدعم فإننا سوف نتحدث عن منظور الخدمات التي أقدمها وهذه سوف تركز على بيئة التنوع وبيئة الاختلاف وتعلم المزيد والمزيد من المهارات وبالنسبة لي شخصيا هذا هو ما كنت أفعله مع فريقي وتطوير المهارات نعم فقط بالتقاط بعض الأسرة من الجمهور يرتبط أي مرتباط بما ذكرتين ماذا ترغبين في أن يكون الأشخاص أن يفهموا عن التعامل في بيئة العمل هل لك أن تنصحين الأشخاص حول هذا الأمر؟ نعم مؤكد بعض الخبرات في هذا المدمار بالطبع شكرا على هذه السناء نعم هناك الكثير من الأمور وهناك شعور مفعم أشعر به نحو الأشخاص الذين يعملون في أروقة الأكاديمية الحياة الأكاديمية فهناك هدف مشترك ورقم النقطة الأولى وهي أن تتأكد من أن الخيرجين لديك هم على استعداد وأن تعدى هؤلاء الطلاب وأن تقدم لهم كل الوسائل لأن يكونوا ناجحين وبالعودة إلى سؤالك فهناك بعض المجالات التي قد تكون هناك بعض التخيلات وليست حياة أكاديمية أحدها وهي إدارة الوقت ذلك لأنه في الحياة الأكاديمية هناك البعدة الزمنية صغرق الأمر عدد من السنوات ومن ثم فهناك أهداف عليك أن تعلم الأطفاء الخارجين والطلاب أن يضعوا أهداف قصيرة الأجل وأهداف طويلة الأجل لهذا السبب فإن التأخير في إبرام العقود بين القطاع وبين ربما المهندس أو بين المتقدم لوظيفة ومن ثم فسوف تكون هناك حرية لنشر مثل هذه الإعلانات ربما بلغة الفرنسية أو بأي طريقة أخرى ولكن في الحياة الأكاديمية يمكنهم نشر النتائج على أكبر قدر ممكن وهذا النقطة في غاية روعة والسبب وراء ذلك هو على وجه التحديد وهي الاكتشافات العلمية ونشرها وتعميمها ولكننا نرغب في أن يتشارك الشركات والقطاع الخاص مثل هذه الأمور حتى يمكن الإتيان بمنتجات جديدة ومن ثم فهذه هي المجالات الثلاثة الرئيسية وهي البعدة الزمني بين الحياة الأكاديمية وبين الحياة المهنية والنقطة الثانية وهي تنظيم الأفكار وترتيب الأفكار كل هذه الأمور يمكن أن تفلح على مدار أعوام وأعمام من الحياة الأكاديمية وفي القطاع نفسه ثم بعد ذلك الحياة العامة والمجتمع والنشر وتعميم تعميم الأنشطة والمنتجات والمخترعات وما إلى ذلك وتبدل المعلومات أتمنى أن تكون قد أجبت عن السؤال وبالحديث عن النشر وعن التعميم هناك سؤال جيد عن المجموعة الأفضل التي يمكنك أن ترشحيها لهم للتعلم عن الزكاة الاصطناعي هل لك أن ترشحي أفضل ثلاثة كتب أو ربما نحو ذلك نعم ومن ثم فأنا سوف أذكر أنهم من فضلكم تابعوني على تويتر وأنا حسابي على تويتر هو دي آر سوف أذكره ومنذ فترة مضت وتحديدا أربعة أعوام هناك نقطة أساسية تختص بأساسيات الزكاة الاصطناعي وأساسيات هذا العلم وهناك الكثير والكثير من الكتب ولكن سوف أشاركها على صفحتي على تويتر ولكن ليس لدي أي كتاب تحديدا الآن نعم سوف نتابع الحصول منك على المعلومات السؤال التالي من الجمهور فقط ما هي النصيحة التي يمكنك أن تمنحيها للقاضة في هذا المجال وفي هذا الصياق وماذا عن الأشخاص الملونين هل تعتقدين أن التحيز في الإنترنت ضد هؤلاء الأشخاص لسيما في عصر المعلومات نعم اسمحي لي أن أعارج على هذا السؤال فقد ذكرت عن التحيز عبر الإنترنت وأتحيز ضد المرأة وأتحيز ضد الأشخاص الملونين أو أتحيز من مختلف أو من ثقافات وبيئات مختلفة نعم بالنسبة للتحيز فإنني أظن أن التحيز ضد النوع الجنسي هو تحيز كثير وكذلك أتحيز ضد الأشخاص القادرين ذلك لأن هذه الحالات حالات نشاهدها وأنا شاهدت كل هذه الحالات وشاهدت التغلب على هذه الأمور ومن ثم فهناك المزيد من المجالات الخاصة بالتحيز ولكنها تحدث لسيما ضد الأشخاص من كبار السن ومن الأشخاص في ربيع العمر وما إلى ذلك أو الأشخاص الأكبر سنا أعتقد أن هذا يمثل تحديا وبشأن ملمح القيادة فليست نصيحة بالمعنى الحرفية ولكن فقط أرغب في أن أشارك توقعاتي لأن أتأكد من أن ما تستحقين عليك أن تتفاوضي للحصول عليه وأن تتابعي العمل وأن تكافحي العمل مع مضي الوقت وبزل المزيد من الجهد حتى تستطيع تحقيق توقعاتك وإدراكها كما وليس فقط وأنصحك بعدم أن تطرحي سؤال عن ماذا لو بل اسألي نفسك سؤال متى وكذلك نحي كلمة ربما جانبا وضعي مكانها كلمة مؤكد سوف يحدث ذلك وكذلك النقطة الثالثة وهي مساعدة الآخرين سوف تجني الكثير والكثير من مساعدة الآخرين وأن ترعي الآخرين بطريقة أو بأخرى في حياتك المهنية حتى وإن كنت حتى كبار أصن أو أطلاب في السنين الأخيرة من عامهم الجامعي وكل هذا سوف يعود بالنفع عليك وأن نتسامح مع الآخرين نعم كذلك فبالربط مع هذا السؤال بالنسبة للأشخاص من عمرنا علينا ربما أن ينصحوننا وأن يكونوا مراكبين ومتابعين لنا فكل شخص خرج في الجامعة ودرس علم بعين علم معين كيف يمكن هل لك أن تنصحي الطلاب أو الخرقين من الجامعات حول هذا الأمر تحديدا كذلك نعم بالنسبة للأشخاص سواء ما إذا كانوا يرغبون في التفاعل أو أن بعض الأشخاص كما تعلمين ربما في سياقات مختلفة مهندسين على سبيل المثال ولكن لا تخشي أن تتعلمي لا تخشي موضوع التشبيك ودخول في علاقات تتعرفي على الأشخاص والمجتمع من حولك فأنا أشجعك على أن تتحلي بالراحة وأن تكون مستريحة في هذا الأمر ومطمئنة لذلك الأمر فإن معظمنا ربما قد عثر على الوقت لأن يعود إلى التعليم ولكن ماذا عن الشركة؟ ماذا عن فرصة العمل؟ ربما العديد من المهاجرين معظمهم من الزكور ومن الرجال ومن ثم فهذه النقطة أود أن أرغب في تمييزها وكذلك كل شخص يكون داعما ولكن عليك أن ترى الشخص المناسب وقضايا التشبيك والإبقاء والحفاظ على هذه العلاقات التي ربما قد تساعدك ليس في المجال فحسبه ولكن ربما خارج المجال كذلك على سبيل المثال هناك بعض المؤتمرات يكون هناك رعاة ونحصل من خلالها ونستقي من خلالها التحديات والفرص ليس فقط التحديات دوما ما تكون هناك فرص نعم بالطبع بالحديث عن رقابة داخل شركتك فعلى الأقل في ACP هناك خمسة أجيال يعملون معا وهذه النقطة في غاية الأهمية تمثل قدرات كاملة عظيمة لسيما في ملامح القيادة وفقط أود أن أخذ سؤال بشأن الحياة المهنية ما هو معتقدك وما هي أفكارك بشأن المسار الخطي هل تشجعين على أن نستمع وأن ندرس في أروقة الجامعة أو الدراسة الذاتية وما هو المسار الأفضل للمستقبل ما هو تعليقك أظن أنه سوف يكون توليفة بين هذا وذاك ذلك لأن التعليم داخل أروقة الجامعة لديه بعض الفوائد لا أكون أمينة معك أينما تزعب قد تكون هناك المزيد والمزيد من الشركات الذين يقومون ببعض البرامج وبعد إتمامها تحصلين على شهادات لإتمام هذه البرامج هذا قد يمثل تحدياً إذا ما كنت ترغبين في العمل بداخل المؤسسة وإذا ما كنت ترغبين في نيل درجة علمية وفي سياقات مختلفة ربما قد يتعلق الأمر بالحصول على أجهور والحصول على بعض المميزات المادية ربما يمكنك الاستفادة من هذه الأمور عن طريق الاستماع إلى بعض المواد دورات التدريبية عبر الإنترنت ولكن الأمر أظنه خاص بالحياة الشخصية ولكن النصيحة هو الاستفادة من إحدى الحسنيين أو كليهما الحصول على درجة علمية ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص لا سيما ولسوء طالع للعديد من السيدات أن يكون لديها درجة علمية بين يديها أعتقد أن المجتمع ينظر إلى هذا الأمر لسيما إذا ما كان متحيز بعض الشيء وكذلك لأولئك الأشخاص الملونين ولكن بالطبع ليس مستحيلا فهناك المزيد من الفرص ولكن الأمر يعتمد بصورة أو بأخرى على العلاقات وعلى الحياة الشخصية ولكن مرة أخرى يمكنك أن تغير المصارات والدورات التدريبية هل هناك أي سؤال آخر نعم اسمح لي أن أراجع العديد من الأسئلة أود أن أنتقي السؤال الأفضل هناك سؤال أخير وبعد ذلك سوف نبدأ التلخيص هذه الجلسة كيف يمكن الاستفادة من الأدوات العلمية هذا سؤال أعتقد مثير نعم بالطبع هناك شيء ما نرغب في تطبيقي ويطبق بالفعل في العديد من البرامج بشأن علوم البيانات ومستودعات البيانات وأحد الأشياء التي نطبقها لسيما في مجال الزكاة الاصطناعية كما ذكرت ساندرا من دقائق معدودة نحن نعرض بعض الدورات التدريبية والتي يتم تحديثها بصفة دورية من قبل وبفضل أيدي فريق الابتكار هؤلاء هم الطلاب وكما ترى فربما هناك برنامج أو مشروع يعتمد كلية على الابتكار والإبداع حسنا نحن شكرا لك كرينا على هذه الرؤى شكرا لكم جميعا على أسئلتكم ومن فضلكم كونوا اشتركوا في القناة